سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم منذ ساعات الولادة وقبل ذلك من المهم جدا أن نعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام من أشرف الناس نسبا صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك الله جل وعلا لا يختار للنبوة ولا للرتالة إلا من كان من أشرفي وأنسبي القوم الذين يبعث فيهم ولذلك يقول الله جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته والقصة التي في البخاري بالنسبة لقصة أبي سفيان مع هرقل هي قصة طويلة ممتعة يعني أوصي جميع إخواني وأخواتي ممن يتابعنا إلى الحرص على قراءتها وتحتها جملة من الدروس والفوائد والعبر يعني مهم جدا أن الإنسان يحيط بمثل هذا والشاهد أن هرقل لما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام طلب أن يحضر له من العرب الذين يأتون بلاده لأجل التجارة فوافق ذلك الوقت سبحان الله العظيم وجود أبو سفيان وكان أبو سفيان سيد قريش وكان الند للنبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يقود المعارك وهو الذي ينادي بالثأر لسناديد قريش الذين أذاقهم الله جل وعلا على يد نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الثلة المؤمنة ألوان أحضر المترجم خلفه وأمره بأن يشير إليه إن هو كذب حتى قال أبو سفيان سأله عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف نسبه فيكم فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب هو فينا ذو نسب فهرقل في آخر القصة الممتعة التي أشويقكم لقراءتها وللنظر فيها قال سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكالساب وأشرف الأنساب وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك هو أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف وهكذا السلسلة الزاكية الجميلة التي ولد من نكاح صلى الله عليه وآله وسلم ولم يولد من سفاح عليه الصلاة والسلام ونسبه إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ولذلك جده الأكبر هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجده الذي دون ذلك هو إسماعيل صلى الله عليه وعلى أبيه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ولذلك أن نساب في السيرة لما نسابه إلى عدنان هذا ثابت إلى عدنان ما بعد عدنان إلى إسماعيل هذا محل خلاف ولذلك بالإجماع أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام يتصل بإسماعيل بن إبراهيم لكن من حيث السلسلة التي وردت في السيرة النبوية ما يتعلق بقضية التعداد أجداده فإلى عدنان بالإجماع كما حكى ذلك غير واحد من أهل العلم من ذوي التحقيق ومن من لهم عناية أيضا بالنظر في الأسانيد وما بعد ذلك محل خلاف من حيث العدد هل هو أربعين هل هو دون ذلك هل هو أكثر من ذلك عموما هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كما كان دائما يقول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عز وجل اصطفى بني كنانة من بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وهاشم قيل اسمه عمر اسمه عمر وسمي هاشم قيل لأنه كان يهشم الثريد من شدة كرمه وسعة عطائه حتى سمي بهاشم حتى سمي بهاشم فالنبي عليه الصلاة والسلام ينتسب إلى هاشم وهاشم هو الذي جاءت النصوص بذكر بأن ذوي القربة هم الذين ينضوون أو يتفرعون يتفرعون عن هاشم وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يذكر نسبه ويقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر وهو سيد الناس في الدنيا سيد بني آدم وأيضا سيد الناس يوم القيامة ومرة النبي عليه الصلاة والسلام قام على المنبر فقال من أنا سأل الصحابة قال من أنا قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أنا محمد عليه الصلاة والسلام أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني من خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خير الأمر لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام لم يطعن أحد في نسب نبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلالها يلجون لإسقاط مثل هذه الرموز والشخصيات فلم يجدوا إلى ذلك سبيله وإنما كان التهويش وكان الكذب وكان المواربة وأيضا كان الإنقلاب على ما كانوا يقولون من صدق النبي عليه الصلاة والسلام فلقد كانوا يسمونه بالصادق الأمين وما بين عشية وضحها قالوا كذاب أثيم أو ساحر مبين والله جل وعلا أكذبهم وأكفرهم ودعا العقل إلى أن يقوموا لله مثنى وفراد ثم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة لكن لم يعرف عن عربي أو قبيلة أو شيء طعنت في نسب النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أشرف الناس نسبا ومن أكرمهم حسبا وكانت العرب لديها حساسية مفرطة في قضية النسب ولذلك كان عنه التمز بين القرائل فقر محمودة وقبيلة مغموزة ولديهم الطبقية وكذا فلم يجرأ أحد أبدا أن يطعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حاز قصب السبق والقدح المعلة في هذا الأمر مع أن العرب كما ذكرت لكم أذكر في مجلس سابق أو المجلس الماضي بأن كان أيضا عند العرب مسألة الفضائل أيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام هو من جرثومة العرب ومن أصلها ومن معدنها وهو من أسها ومن أكرم الناس حسبا وولد من نكاح ولم يولد من سفاح وأما الفضائل تحدث عنها ولا حرج فلقد ضربت عليه الفضائل بجدرانها الأربع وانحدرت عليه انحدار السيل فهو من أكرم الناس ومن أشجع الناس ومن أفضل الناس ما من خلق إلا والنبي صلى الله عليه وآهله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مستودع الأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام عجنت نفسه بالأخلاق الفاضلة وصدق الله وإكل على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأجواء التي تهتم بمثل هذه القضايا ولد عليه الصلاة والسلام والعالم مليء بالشرك وبالوثنية وبمثل هذه البدع وبمثل هذه الهرطقيات والشعوذات والشعبذات ومثل ما ذكرت لكم بأن العقلة من رجالات قريش ومن رجالات العرب كانت أصواتهم والغثاء من الممارسات لكن الله عز وجل أراد للبشرية جمعاء خيرا حينما بعث محمدا علي الصلاة والسلام ولد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في وقت الاحتياج غوثا وفي إبان الاستمطار غيثا ولد والناس جميعا بحاجة إلى مولده عليه الصلاة والسلام لتبدأ مرحلة جديدة في البشرية ومنعطف آخر يقود البشرية إلى بر الأمان وينتشلهم الله عز وجل بهذا النبي الكريم من هذه الأوحال التي انغمسوا بها ومن هذه العقائد الباطلة التي جعلت إبليس يقودهم إلى مراتع وخيمة ومستنقعات آسنة النبي عليه الصلاة والسلام مولده في مكة وهذا بالإجماع مولده في مكة فولد في مكة المكرمة التي بها بيت الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فهو دعوة أبيه إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وهو بشارة عيسى بن مريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم بولد النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وبالإجماع أن مكان ولادته مكة وبالإجماع أيضا أن يوم ولادته هو يوم الاثنين هو يوم الاثنين فلقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه علي الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد في عام الفيل وهذا قول جماهير أهل العلم بل حكى كثير من أهل العلم الإجماع على ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل صلى الله عليه وهو العام الذي أهلك الله جل وعلا فيه إبرهة وجيشه حينما أرادوا الكعبة بسوء حينما أرادوا الكعبة بسوء في الشهر الذي ولد فيه إلى أقوال اختلف العلماء في الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أقوال فمن أهل العلم من ذهب إلى التوقف والاكتفاء بيوم الولادة قالوا ما فيها يكتفى بيوم الولادة الذي هو يوم الاثنين لأن الخلاف فيها قوي وشديد ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ولد في شهر الله المحرم ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ولد في شهر صفر ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ولد في شهر ربيع الأول في شهر ربيع الأول عليه الصلاة والسلام وهذه الأقوال تعطينا يعني معلومة مهمة على أنه لم يثبت في الشهر الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت فيه حديث وإنما الذي ثبت هو يوم الاثنين والذي ثبت أنه في عام الفيل وأما الشهر وأما الوقت الذي ولد فيه ليلا أو نهارا فهذا محل خلاف عند أهل العلم لكن جماهير أهل العلم يرجحون أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في شهر ربيع الأول حتى أن بعض العلماء قالوا بأن هذا لا ينبغي قول غيره وأنه ولد في شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم أما التاريخ اليوم الذي ولد فيه الذي هو يوم الاثنين متى كان فقيل بأنه يوم الاثنين من ربيع الأول في العاشر من ربيع الأول يوم الاثنين في العاشر من ربيع الأول وذهب بعض العلماء من أهل السير والتاريخ ومن أهل أيضا النظر أنه ولد في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول عفوا اليوم الثاني عشر من ربيع الأول وذكروا في هذا أقوال تصل إلى 12 قولا إلى 12 قولا ويظهر والله أعلم أن أقرب الأقوال إلى الصواب ما ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى وحسبك به من ناقد بصير ومن علامة النحرير لسيما في تتبع الأسانيد وفي تحقيق تتبع الآثار والأحاديث والآثار والأسانيد وإجرائها على وثق القواعد الحديثية ذهب إلى أنه ولد في اليوم الثامن من ربيع الأول وهذا القول حقيقي اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق والنظر ومن أهل الاستقراء ممن لهم أيضا عناية في تتبع الأسانيد لكن المشهور عند الناس وعند بعض العلماء أنه ولد في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من ربيع الأول طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ولد في يوم الإثنين لكن اختلفوا هل هو في الليل أو في النهار وبعضهم ذهب إلى أنه ولد ليلا ويذكرون في هذا حديث ولكنه لا يصح من جهة الإسناد وأيضا منهم من ذهب إلى أنه ولد نهارا يعني فجر اليوم الثانيين والذي يظهر بأن الجمع بين الأقوال أنه ولد أن آمنة بدأ الطلق معها فجرا أو قبل الفجر ثم ولدته مع بزوغ الفجر صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام برده هو عبد الله ابن عبد المطلب وعبد المطلب كان له عشرة من الولد وله قصة عبد المطلب عبد المطلب كان وحيدا وهو يعني عبد المطلب اسمه شيبة الحمد شيبة الحمد ولما ذهب أخوه لأخذه من أخواله أردفه خلف ظهره فقدم به إلى مكة من المدينة وكان قد شح بلونه وسودة لونه من شدة الشمس وحرارتها فرآه الناس فقالوا هذا عبد للمطلب فغلب عليه اللقب وإلا هو اسمه شيبة الحمد هو شيبة الحمد فغلب عليه اللقب ولذلك أصبح يسمى بعبد المطلب فغلب اللقب أو الكنية على اسمه عبد المطلب نازعه بعض صناديد قريش في مسائل تتعلق بحفر بئر زمزم وطبعا بنو هاشم هم أهل الرفادة وهم أهل السيادة في مكة وهم الذين لهم السقاية بالنسبة لسقاية الحجيج ولهم أعمال جليلة لكن تميزوا بالسقاية أو تميزوا بأعمال وإن كان غيرهم يشاركهم في بعض الأعمال فيما يتعلق بخدمة الحجيج لكن بني هاشم تميزوا على الآخرين ولذلك أخذوا هذا المنصب الجليل وأصبحوا سادة من سادات مكة ولذلك عبد المطلب نذر لله إنه ورزقه بعشر من الولد لينحرن واحدا منهم قربانا إلى الله جل وعلا ورزقه الله عز وجل عشر من الولد وكان آخرهم من عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام وكان عبد الله ثمرة فؤاد والده وقطعة منه وأحب أولاده إليه فأراد الله أن يبتليه فقام لينحر أحدهم وصنع ما كان يستقسمون بالأزلام فاستقسم فوقع على عبد الله فوقع على عبد الله فطار صوابه وجن جنونه كيف يقع على أعز ولد ولذلك عانى عبد المطلب معانى شديدة من هذا الأمر كونه يعني يقع على أعز أولاده وأقربهم إليه والمعنى بأنه قام فعمل مرة ثانية قام فعمل مرة ثانية يعني الاستقسام طبعا بعض الروايات التي لا تصح بأنه كرر هذا أكثر من مرة لكن الذي يظهر فيما بين أيدينا مما يصح أنه كررها مرة ثانية فقيل بأنه أرشد أرشد إلى أن يضع مئة من الإبل فعمل يعني استقسم ما بين عبد الله ما بين المئة من الإبل فوقعت على المئة من الإبل فنحرها كلها لله رب العالمين عبد الله عاد من رحلة تجارية وكان قد اقترن بآمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام وهو قافل من بلاد الشام مرض في الطريق فطلب أن يمرض عند أخواله وكان النبي عليه الصلاة والسلام حملا في بطن أمه فالراجح من أقوال أهل العلم ولم يولد بعد ومرض عند أخواله فمات هناك وكان عمره إذ ذاك خمسا وعشرين سنة هذا عبد الله عمره خمسا وعشرين سنة فمات هناك وحزن عليه أبوه عبد المطلب حزنا شديدا وتوجع وتألم ويعني فقد فعلا أحب أولاده إليه وفي هذه الأثناء ولد النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع العلماء على أنه ولد يتيما ولد يتيما والدليل على ذلك قول الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى واليتم من هو اليتيم من بني آدم من فقد والده وهو دون البلوغ من فقد والده وهو دون البلوغ يعني من فقد أبيه أما من فقد أمه فلا يسمى يتيما وإنما كما يذكر العلماء من لهم عناية بهذه الألفاظ والمصطلحات قالوا هذا في جنس الحيوان فإذا ماتت أم الحيوان الصغير يقال يتيم يقال بأنه يتيم أما في بني البشر فاليتيم من والد من عفوا فاليتيم من مات والده وهو دون دون البلوغ من مات والده وهو دون البلوغ إذن بالإجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيما في قول لبعض العلماء بأن والده مات بعدما ولد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا قول في واقع الأمر يعني لا يصح من جهة الإسناد ولا يتفق أيضا مع بقية النصوص التي بين أيدينا سواء النصوص المرسلة أو غيرها لا شك بأن يعني اليتم هذا هي انطلاقة جديدة للنبي عليه الصلاة والسلام تحمل مجموعة من المفاجآت ومجموعة من الأمور التي بالمجزوم أنه سيتعرض لها كل يتيم لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الله جل وعلا أن يهيئه لمهام عظيمة وسيتعرض لمواقف عصيبة وهذه لا يطيقها إلا الأشداء من الرجال ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هيئه الله عز وجل هذه التهيئة العجيبة ولذلك لم يشاركه أحد في قضية الانفراد بهذا النسب فلم يكن له إخوة ولم يذهب عبد الله ليتزوج رأة أخرى من قبائل أخرى فيختلط مع النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك المتأمل في حكمة الله جل وعلا وفي هذه التراتيب العجيبة لحياة النبي عليه الصلاة والسلام وينظر إليها بعين النظر إلى المقاصد والمآلات يجد هذا ظاهر في المراحل التي مر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي عليه الصلاة والسلام عاش في بطن أمه كما يعيش بقية الصبيان ودعكم من الروايات الخرافية التي تقول بأنه لم تشعر بحمله وكان يعني ذكروا بعض الأشياء التي ليس لها يعني خطام ولا زمام من جهة الأساند وإنما هي حكايات يقولها بعض الذين لديهم محبة للنبي عليه الصلاة والسلام لكنها محبة مغشوشة لأن فيها جناية وإعتداء حتى لو كان القصد حسنا فديننا ولله الحمد لا يرضى بالكذب والدين ولله الحمد يغنينا فيه ما جاء في نصوص القرآن وفي السنة حملت به حملا طيبا كما يحمل بقية النساء ولدته وجاءت قصص كثيرة في قضية ما حصل من ولادة النبي عليه الصلاة والسلام من سقوط أيوان كسرة أو شروفات أيوان كسرة من أشياء كثيرة ذكروها كلها في واقع وإن كان الإسناد أيضا منتقد عند أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمه تقول رأيت نورا خرج مني رأيت نورا خرج مني يعني هذه قريبا هي يمكن أن تكون أقرب ما يمكن أن يقال بأنه يعني من العلامات أما مثلا نزول شهب لم تكن في قبل وإنما كانت لما بعثه الله عز وجل أما سقوط شروفات أيوان كسرة أما يعني سماع يعني أصوات أو شيء من هذا القبيل هذا كله ينبغي أن يضرب عنه صفحا وأن يعتمد الناس ما ثبت وصح مما جاء في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ولد ثم نشأ وتدرج كما يتدرج الصبيان طبيعة الحال كان معروفا عند العرب وعلى وجه الخصوص قريش فيما يتعلق ب مسألة الرضاعة فكان عند قريش عادة وهي أنهم يستردعون أولادهم عند بعض القبائل التي لم تختلط بالحاضرة وإنما تعيش في الصحراء الأجواء الصحية النقية اللغة السليمة الرضاعة الطبيعية الفروسية وغير ذلك مما ينشع عليها الصغار خاصة النساء المرضعات اللائي لم يعرف عنهن يعني إصابتهن بأمراض مثلا أو شيء وكان هناك قبائل حتى أن بعض الناس يريد أن يستردع ابنه حتى يظهر فصيحا لأن في بعض العوائل قد يظهر الولد فيه فهاها ولا يكاد يبين فربما إذا استردع عند قبائل العرب يظهر يعني فصيحا مفوها خطيبا مصقعا وهذا كان موجودا هذا كان موجودا حتى أن الشافعي رحمة الله عليه المطلبي قيل بأنه أيضا نشأ في عند هذيل قبيلة هذيل قبيلة العربية المشهورة التي يعني تعيش في أطراف مكة و لديها أماكنها إلى الآن وكانوا مشهورين بالشعر وبالفصاحة وبالبلاغة وشيء من هذا القبيل النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الأطفال حين ولادته الذين الذين رضيت أمه ورضي جده عبد المطلب بأن يستغع عند بعض القبائل وكانت قبيلة بني سعد اللي منهم حليمة السعدية كانت قد تقدمت لطلب الرضاعة للنبي عليه الصلاة والسلام طبيعة الحال تذكر بعض الروايات بأن آمنة بقيت مريضة تعاني ولذلك ما كان ثديها يدر اللبن فقامت ثويبية وهذا في البخاري ثويبية ثويبية هذه مولا لأبي لهب أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام فقامت فأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك حمزة بن عبد المطلب والنبي عليه الصلاة والسلام أخواني من الرضاعة كيف ذلك؟ لأن ثويبية أرضعتهما ثويبية مولاة أبي لهب أرضعتهما وبالمناسبة وهذا استطراد جاء في الصحيح بأن أبا لهب رؤية في شر حال والعياذ بله بعد موته في شر حال رؤية في النار يعذب فقيل له ما طأيت في آخر الإبهام الصغيرة هذه سقية من هذه قيل بأنه بسبب أنه أعتق ثويبية ثويب عفوا أعتق ثويب لما بشرته بولادة النبي عليه الصلاة والسلام هذا يعني جاء جاء ذكره والمقصود بأن جاء نساء بني سعد وهي قبيلة من القبائل العربية المعروفة وتعتني بهذا الجانب إذ حرفة نسائها إرضاع أولاد أهل مكة من الموسيرين والأغنية وأرباب الأموال يتكسبون من وراء هذه الحرفة حليمة السعدية حليمة جاءت هي وزوجها ويقنى بأبي ذئب جاءوا في سنة سنوات التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام كانت سنوات سنة أليمة على الناس فيها فقر وفيها أمور ظهرت في تلك الأعوام وكانت قد ركبت كما جاء عند ابن سعد وعند ابن هشام وغيره من أهل السيرة وسبق أنني ذكرت لكم بأن بعض قصص السيرة يعني ليس هناك حاجة إلى التدقيق في عسانيدي لأن سياقات القصة كلها تدل على صحة المعنى وإن كانت ليس لها أسانيد أو جاءت مرسلة فجاءت على أتان أعرج وقد سبقنها صويحبات صويحبات حليمة سبقنها إلى ففازت كل واحدة منهن بطفل ممن رغب أهله أن يعني أن يستردعونه عند بني سعد فهي جاءت متأخرة على أتان يعرج وحالة سيئة وبائسة فلما دخلت مكة فإذا الطيور ذهبت بأرزاقها وكل أخذ الطفل من بيت من البيوت الأغنية فقيل لها بأن هنا طفل يتيم قالت وماذا أفعل باليتيم وما علمت بأن هذا اليتيم جعل الله جل وعلا الخير على يديه وأنه هو خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم فترددت وتلجلجت وشاورت زوجها فنظرت وإذا بصويحباتها قد ذهبنا كل واحدة فازت بطفل وهي قالت لا أريد أن أرجع هكذا خالية خالية اليدين فقالت نأخذه فلما أخذته وإذا بها نسمة مباركة طيبة فتقول الرواية بمجرد أن حملت محمدا عليه الصلاة والسلام هذا الطفل بين يديها إذا بألأتان العرجاء وإذا بها قوية نشيطة تسابق بقية القوم والقافلة فلما ذهبت به قالت لزوجها والله إنه لنسمة مبارك أجدبت الأرض عفوا خضرت الأرض بعدما كانت مجدبة ونزل المطر من السماء وكانت عندهم عجفاء مريضة ينتظرون موتها وإذا بها تتفاحج لبنا وإذا بها تسمن وبدأ الخير فعلمت أن هذه النسمة ليست نسمة طبيعية نعم إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعاشت هي وزوجها في رخاء وفي خصب وفي بركة وفي خير حتى حان موعد الرجوع فخيم الحزن عليها وعلى زوجها وأصابها الألم والوجع كيف تفارق مثل هذه النسمة المباركة التي وجدت بسببها كل خير من الله عز وجل كيف تفرط بمثل هذا الكنز الثمين الذي وقعت عليه مع كراهيتها لمثل هذا الأمر في بادئه وفي أوله فرجعت تجر خطاها المثقنة بهذا الهم والحزن حتى قدمت به إلى مكة وإذا الحال في مكة ما زالت بائسة وإذا آمنة ما زالت تعاني فقدمت مقترحا وجد قبولا عند جده عبد المطلب وعند عند أمه بأنها تعيده مرة ثانية وأنها ترضعه بغير مقابل فوافقوا على ذلك ومسألة بلا مقابل يعني محل كلام عموما أفازت به مرة ثانية وأرجعته وحصلت الخير الذي كانت تحصله في كل يوم من أيام حياتها التي تعيش مع هذا الطفل الذي هو خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم لكن مع هذه الأجواء المشبعة والمفعمة بالفرح وبالسرور وبعد أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام من العمر أربع سنين وقيل ست سنين والراجح بأنه أربع سنين حصلت قضية كبيرة وأمر جعل حليمة وجعل زوجة حليمة يقرران إرجاع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهله لخوفهم عليه تدرون ما هي القضية قضية شق الصدر شق الصدر وهذه القضية في واقع الأمر هي حادثة مشهورة حصلت له صلى الله عليه وآله وسلم بعد العودة الثانية لحليمة به وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلعب مع الصبيان جاء جبريل عليه السلام فأضجعه وشق صدره صلى الله عليه وآله وسلم ففزع الأطفال ورأوا المنظر هذا فأسرعوا إلى حليمة السعدية يخبرونها طبعا كان إخوانه من الرضاعة يخبرونها بما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قالوا بأنه قد قتل فاستقبلوه والنبي عليه الصلاة والسلام منتقع اللون خائف يرجف قال يقول أنس ابن مالك ويحدث بهذا الحديث يقول كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وآله وسلم طبعا هذا الأمر دق جرس الإنذار وأثار الحفيظة وجعل حليمة وجعل زوجة حليمة ينتبهان وعلى أن بقاء النبي عليه الصلاة والسلام يمثل خطر بالنسبة إليهم خشة أن يتهموا في قتله وهم لا يدركون المآلات ولا يدركون ما معنى هذا الأمر ومن هو الذي قام بهذا ولم يعرف بأنه الناموس الذي يبعثه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فأصر على إرجاعه وفعلا أرجعوه إلى أمه وسلموه إليها سليما معافا وقصوا عليها القصة والخبر وبالمناسب وهذا من باب الاستطراد طبعا مسألة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر بدواوين السنة وكتب السيرة والتاريخ والآثار ذكروا بأن انشقاط صدر النبي عليه الصلاة والسلام تكرر أربع مرات تكرر أربع مرات المرة الأولى كان في المرة الأولى كان عمره سنتين أو أربع سنوات وهي الحادثة التي حصلت عند حليم السعدية وذكرت لكم بأن الراجح كان عمره أربع سنوات الحادثة الثانية من شق صدره كانت وهو في السنة العاشرة من عمره صلى الله عليه وآله سلم والحادثة الثالثة كانت عند بداية مبعثه عليه الصلاة والسلام وأما الحادثة الرابعة فكانت قبل في ليلة الإسراء والمعراج قبل أن يسرى به إلى بيت المقدس ويعرج به إلى السماء النظر في هذه الروايات التي جاءت في الصحيحين وفي السنن والمسانيد وأيضا في كتب المغازي والسير نحصل بأن ما صح من شق صدره عليه الصلاة والسلام إنما هو في حادثتين ومرتين وأما عند العاشرة وأما عند مبعثه فلا يصح في هذا الشيء إذن الصحيح بل والثابت أنه شق صدره وهو عند حليم السعدية وكان عمره إذ ذاك في هذا السن وهو أربع سنوات والحادثة الثانية في ليلة الإسراء والمعراج حينما أتي بطست من جاء جبريل وجاءه ملكان بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمان وأفرغوه في صدر النبي عليه الصلاة والسلام وشقوا صدره من نحره إلى قريب من عانته صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الصحيح وأغلقوا صدره صلى الله عليه وسلم وقال العلماء بأن هذه تهيئة له لأنه سيرتفع به إلى الأعلى وسيرى من آيات ربه ما لم يرى سابقاً وسيتعرض لطبقات من الجو ومراحل وسينتقل إلى عالم آخر فأحتاج مثل هذا الاستعداد عليه الصلاة والسلام وإن شاء الله نذكرها بتوسع لما نأتي إلى حادثة الإسراء والمعراج أرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمه وبقي إلى سن السادسة ثم مرضت أمه وماتت وهو في عمر السادسة في السنة السادسة من عمره صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك بأن هذه الحادثة أيضاً تمثل صدمة قوية للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في مقتبل العمر وبداية التنمس للحياة ولا شك بأن هذا من نظر إليه نظراً مقاصدياً مآلياً ومن نظر إلى اسم الله الحكيم والخبير والعليم والقدير وربط هذا في الأحداث والمراحل التي يمر بها النبي عليه الصلاة والسلام علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يهيأ لأمر عظيم ونعم هيأ لهذا الأمر العظيم ولذلك هذه الطفولة التي فيها مثل هذه الآلام والأوجاع هي في واقع الأمر رعاية إلهية وعناية ربانية صنعت منه إنساناً عظيماً صلى الله عليه وآله وسلم فهيأته ولم يكن النبي صلى الله عليه سلم محروماً من الحنان كما يزعم بعض الجهلة أنه ولد يتيماً وفقد الحنان هذا غير صحيح بل هو عاش في كنف أمه وفي كنف جده وفي كنف حديمة وليس بالضرورة أن كون النبي عليه الصلاة والسلام عند حليمة السعدية أنه مضى هذه السنوات بكاملية هناك هذا ليس صحيح وإنما كانت تأتي به ما بين الفينة والأخرى ليرجع إلى أمه وهذا ولو لم يصح فيه شيء فإنه يدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها فإن حنان الأم ورغبة الأم وكونها تبتعد عن فلذة كبدها والقطع منها لا يمكن أبداً أن يتصور خاصة وأن مضارب بني سعد ليست بعيدة عن مكة فكان النبي عليه الصلاة والسلام أشبعاً بهذا الحنان يتفي ظلال الأبو والحانية من جده عبد المطلب الذي أقامه مقام ابنه عبد الله أقامه مقام ابنه عبد الله لماذا؟ لأن عبد الله كان من أعزي وأحب أولاد عبد المطلب إليه ولذلك حنى عليه وعطف عليه وحدب عليه لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشعر باليتم وقد عوضه الله جل وعلا بجده عبد المطلب ماتت آمنة فعاش النبي عليه الصلاة والسلام في كنف جده عبد المطلب وأغدق عليه من حنانه وعطفه ورعايته وحدب عليه وحماه لدرجة أن عبد المطلب كان يفرش له فراش في ظل الكعبة وكان هذا الفراش مخصصا لعبد المطلب ولا يستطيع أحد أن يفكر مجرد تفكير أن يقترب من هذا الفراش فضلا أن يجلس عليه ومرة من المرات جاء النبي عليه الصلاة والسلام وفي سن السادسة أو السابعة فجلس على الفراش في إشارة إلى أنه السيد القادم بإذن الله جل وعلا فدفعه أعمامه وأنكروا عليه فبكى عليه الصلاة والسلام فلما سمع عبد المطلب بكاء النبي عليه الصلاة والسلام طار صوابه وجن جنونه وجن جنونه وانتفض كالأسد الغضنفر قال من على من الذي على ابني فقالوا جلس في مكانك فقال دعوه فإن له شعنا رأى في رأى في النبي عليه الصلاة والسلام وفي مخايله نواطق بالحسنة وعلامات وقراء ودلالات على أنه السيد القادم بإذن الله وأي سيد ليس سيد في مسائل الدنيا بل هو سيد ولد آدم وخاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين ولذلك كانت مخايله نواطق بالحسنة كانت علامات تشير إلى أنه فعلا نبي آخر الزمان ولذلك يذكر في كتب السيرة بأسانيد أيضا مهمة جدا الالتفات إليها بأن اليهود كانت تقول بأن ظهر نجم نبي آخر الزمان يقولون ظهر نجم نبي آخر الزمان وكانت يهود تقرأ في الكتب ولذلك كانوا يذكرون هذا لبعض من كان في المدينة أو من من يتردد من مكة على المدينة ويخبرون بأن هذا النجم هو علامة على ظهور نبي آخر الزمان وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفاجأة أخرى وجسيمة أيضا جعلت النبي صلى الله وسلم ينشأ نشأ مبكرة في الرجول والفحول وفي النضوج بكامل سياقاته حينما توفي جده عبد المطلب هذا الأب الذي عوضه فقد الأبوين وكان سنه عليه الصلاة والسلام ثمان سنوات كان عمره ثمان سنوات لما توفي جده عبد المطلب فكفله من عمه أبو طالب أبو طالب وعبد الله شقيقين بمعنى أن عبد المطلب كان عنده عشر من الولد لم يكونوا كلهم أشقاء إنما عبد أبو طالب وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم من أم واحد أو من أب واحد من أم وأب واحد يعني شقيقين ولذلك أبو طالب قام ب يعني بحضانة النبي عليه الصلاة والسلام لسببين السبب الأول أن أبو طالب استلم الرجاسة والزعامة والقيادة بعد والده فهو الذي أصبح السيد المطاع في بني هاشم الأمر الثاني كون هذا ابن أخيه الشقيق ولذلك أبو طالب مواقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام حسب المراحل الزمنية تفوق موقف عبد المطلب لماذا؟ لأن عبد المطلب رأى النبي عليه الصلاة والسلام وحضنه فترة زمنية فترة الطفولة ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغه الله إنما أبو طالب وقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام كان في ظروف حالكة وصعبة ومثل التهديد قوي لأبي طالب وللنبي عليه الصلاة والسلام وذلك حينما بدأ البعثة وبدأت العداوة وبدأت قريش تكيذ للنبي عليه الصلاة والسلام وأيضا بدأت تهدد أبا طالب وتطلب منه أن يخلي بينهم وبين محمد فكان أبا طالب له مواقف مشهودة ومعروفة ولذلك خصه النبي عليه الصلاة والسلام بشفاعة يوم القيامة خاصة لأبي طالب مع أنه مات ولم يقل لا إله إلا الله وسبحان الله العظيم يعلم صدق النبي وحمى النبي وأحاط النبي صلى الله عليه وسلم ومنع كل ما من شأنه أن يؤذي النبي وسلم ومع ذلك مات على دين عبد المطلب حينما غلب الهوى وأخذ باعتزاء الجاهلية من قضية عدم تعييره فيما بعد بأنه ترك يترك دين آبائه وأجداده ولله الحكمة البالغة في ذلك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أسف عليه وتألم وبكى وقال كان يقول يا عما قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فمات وهو يقول على ملة عبد المطلب فخرج النفسي يقول والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله جل وعلا قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا عفوا نعم أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له لماذا؟ لأنه مات على غيري مات على غيري لا إله إلا الله عموما انتقلت الرعاية إلى أبي طالب أبو طالب كان رجلا تاجرا وكان مشهورا أيضا في المجتمع المكي برجاعة عقله ونفوذ رأيه أيضا وأمره ولذلك قريش الله عز وجل منع عليها بمنتين من حيث التجارة أنعم عليها بنعمة التجارة في الصيف وفي الشتاء وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى نفسه صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله تعالى اختاره من قريش واختار أيضا وهو من خاصة قريش وهم بنوا هاشم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في قريش فضل الله قريشا بسبع خصان فضل الله قريشا بسبع خصان فضلهم بأن عبدوا الله سنين لا يعبده إلا قرشي الله أكبر فضلهم الله عز وجل بأن عبدوا الله سنين ما يعبد الله إلا قرشي وثانيا فضلهم بأن نصرهم يوم الفيل وهم مشركون مشركون كانوا لما غدى إبرها مكة كانوا أهل وثنية وأهل شرك ومع ذلك نصرهم الله ثالثا وفضلهم بأن نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم وهي لإلاف قريش إلافهم رابعا وفضلهم بأن فيهم النبوة النبوة فيهم وهو مؤلفة فيهم كما قال عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش وكذلك الحجابة الحجابة وأيضا السقاية وأيضا السقاية ولذلك في حجة الوداع لما استأذن العباس النبي عليه الصلاة والسلام ألا يبيت معهم في مزدلفة لماذا؟ لأنه كان يسقي الحجاج فأذن له عندنا في الفقه الآن بأنه يرخص في عدم المبيت من مزدلفة لأجناس منهم الضعفة والنساء الكبيرة ومنهم السقاة والرعاة السقاة والرعاة أبو طالب كان النبي عليه الصلاة والسلام تحت رعايته وكنفه ولذلك أبو طالب أوصاه والده بالنبي عليه الصلاة والسلام فاستمسك بهذه بالنبي عليه الصلاة والسلام فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لعلاقته بعمه أبي طالب كالظل لصاحب فقد كفله ورعاه وأشفق عليه ولم يسلمه في يوم من أيام ولم يخذله حتى في قضية السفر كان يصطحبه معه كان يصطحب النبي عليه الصلاة والسلام معه والرحلة إلى الشام بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام الأولى لأن النبي عليه الصلاة والسلام فالراجح من أقوال أهل العلم وأهل التفسير أنه يعني وصل الشام مرتين أقرأ الأولى الأولى فهي رحلة الشتاء رحلة الشتاء ورحلة الصيف رحلة الصيف كانت إلى الشام ورحلة الشتاء كانت إلى اليمن فأبو طالب من جملة رجالات قريش فقد يكون من أميزهم في قضية ممارسة التجارة فاستحب النبي عليه الصلاة والسلام معه وحصل ما حصل من قصة بحيرة الراهب مع النبي عليه الصلاة والسلام وقصة في واقع الأمر حولها مجموعة من المسائل سواء في جانب البحث في الإسنات وهذا مهم جدا أيضا في الجواب عن بعض الإشكالات التي ذكرها بعض العلماء في قضية ما جاء من أصطحابي من ذهاب أبي بكر وبلال معنب سلم ما جعل بعض أهل العلم يحكم على القصة بالوضع والكذب وهي صحيحة من جهة الإسناد لوجود مثلا لفظة شاذة في الحديث هذا ليس من طريقتهم وإنما يحكمون على اللفظة الشاذة ويبقون القصة ولذلك أعتقد بأن الوقت أدركني لم يبقى إلا خمس دقائق ليست كفيلة بأنني أغوص